سؤال 2 أكمل ما يأتي رقم 1 المنوال للقيم 5 6 5 4 3 يعتبر المنوال من أسهل مقييس النزعة المركزية كل المطلوب مني أني أنا أشوف القيمة الأكثر تكرارا واضح جدا أنا عندي القيمة 5 هي القيمة أكثر تكرارا يبقى أفهم من كده أن المنوال معي هو بيساوي 5 رقم 2 12 صاد قس خمسة تساوي 3 صاد مضروبة في كام 3 صاد مضروبة في كام عندي طريقتين للحل يعني إما أقسم 12 صاد قس خمسة على 3 صاد عشان أعرف القيمة المطلوبة أو أقول 3 ضرب كام يديني 12 وصاد ضرب كام يديني صاد قس خمسة الطريقتين صح طالما أنت بتطلع نفس الناتج فبالتالي إحنا ناخد الطريقة الأبسط 12 قسم 3 الناتج العددي المفروض يبقى 4 وصاد قس خمسة قسمة صاد عندك قسمة نفس الرمز الجبري نحط الرمز ومنطرح الأسس فهتبقى صاد قس أربعة يعني الناتج المفروض 4 صاد قس أربعة رقم 3 إذا كان ألف بيه تساوي خمسة واربين قيمة ألف بتساوي تسعة يطرح بيه هتساوي كام لاحظ معي أن الرمزين الجبريين ألف بيه العملية الحسابية اللي بينهم هي عملية ضرب فكأني بقول أن ألف مضروبة في بيه تساوي خمسة واربين طيب ما هو مديني قيمة ألف بيه تسعة أفهم من كده أن بيه تساوي كام يعني إما أقول تسعة ضرب كام يساوي خمسة واربين أو أقدر أقول أن بيه تساوي خمسة واربين قسمة تسعة واضح أن عندي الناتج هيبقى خمسة رقم أربعة طالب مني أعمل بنفس النمط أو بنفس الترتيب لحظوا معي أن الأنماط دي أخدناها في ابتدائي وبرضو مستمرة معنا كسؤال من أسئلة تراكمية أنا عندي واحد بعدين أربعة بعدين تسعة بعدين ستاشر لو هنركز شوية كأننا بنقول إيه واحد قسة اتنين بواحد اتنين قسة اتنين باربعة وتلاتة قسة اتنين بتسعة واربعة قسة اتنين بستاشر أفهم من كده أن الأكمل هيبقى الناتج بتاعها خمسة قسة اتنين خمسة وعشرين رقم خمسة الوسط الحسابي للأعداد خمسة تلاتة واحد خمسة ستة كلنا فاكرين أن الوسط الحسابي هنا عندنا قانون مجموعة القيم على عددها مجموعة القيم على عددها معنى كده أني أنا أجمع الخمسة والتلاتة وواحد وخمسة وستة وأقسمها على عددها أنا عندي هنا خمس قيم فأقسمها قسمة خمسة لما نيجي نجمعهم هيطلع الناتج الجامع عشرين عشرين قسمة خمسة هو هيكون قيمة الوسط الحسابي كلنا عارفين عشرين قسمة خمسة الناتج هيساوي أربعة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن